أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين هنا بيان لحال الفقراء المستحقين لمال الفي للفقراء قال بعض الفسرين إنها بدل من قوله تعالى في الآية التي قبلها وَلِذِي الْقُرْبَى وَقَالُوا إِنَّهَا بَدَلْ مِنْ ذِي الْقُرْبَى يعني من أول الآية لأنه لا يصح يوصف الله عز وجل بالفقر لا يصح يوصف ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالفقري لا يصح يوصف الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعضهم للفقراء بدل من قوله تعالى وَلِذِي الْقُرْبَى وهذا حتى الذين قالوا يا أخواني أنها بدل من ذي القرباء هذا كله على قول الحنفية الذين يشتريطون الفقراء لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز حصولهم على مال الفي الحنفية يقولون لذي القرباء منهم ذي القرباء؟ أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا فقالوا أن الحنفية يشتريطون الفقر لأن الله تعالى قال للفقراء وبعض أهل العلم يرى أن وصف القرابة كافٍ في حصولهم على مال الفي ولا يشترط الفقر ولا يشترط الفقر ولذلك الذين يقولون بهذا القول يجعلونها بدل من ماذا؟ الذي بعد ذي القرباء ما هم؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل واضح يا أخواني إذن بإجماع أهل التفسير أنهم لم يجعلوها من بدل من قوله تعالى فلله وللرسول لكن مختلف هل يجعلونها بدل من ذي القرباء؟ الذين يشتريطون الفقراء في جواز إعطاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من مال الفي كالحنفية ومن العلماء من لا يشتريط الفقر وأن القرابة كافية في جواز إعطائهم من مال الفي فيجعلون بدل من ماذا؟ من اليتامى قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أي أنهم خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كله نصرة لله سبحانه وتعالى يبتغون الفضل من الله والرضا عليهم ونصرة لله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه الآية يا أخواني كلها في من؟ في أوصاف المهاجرين كلها في أوصاف المهاجرين ما هي أوصافهم المذكورة في هذه الآية؟ الهجرة الهجرة وهذا أعظم وصف الأمر الثاني أنهم تركوا ديارهم وأموالهم فلم يحملوا منها شيئا الأمر الثالث يبتغون الفضل من الله سبحانه وتعالى ويبتغون رضوانه ويبتغون نصرته وأنهم وصفهم الله عز وجل بأنهم واصفون في كل ما يذكر أنهم يبتغون الفضل ويبتغون الرضوان ويبتغون النصرة وهم صادقون صادقون في هذه الأشياء كلها فهذا هو وصف المهاجرين فلما أثنى على المهاجرين أثنى على قسيمهم وهم الأنصار أولئك هم الصادقون صدق اللسان وصدق الأفعال يعني قولنا الله عز وجل أولئك هم الصادقون يشمل الصدق بنوعيه صدق مقالهم وصدق فعالهم ثم ذكر الله قسيمهم بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا مكاناً تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان هل الإيمان يا أخواني يتبوأ؟ الإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان واللي يعتقد ها يا أخواني ها؟ الإيمان يعتقد ولذلك تقدير الآية والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان لأن الإيمان لا يتبوأ فهو ليس مكاناً ويكون هذه الآية كقول العرب علَّفتها تبنًا وماءً باردًا علَّفتها تبنًا وماءً باردًا هل الماء يعلَّف؟ وإلا التقدير علَّفتها تبنًا وسقيتها ماءً باردًا فحذف ما يُعلم حذف ما يُعلم فكأنه قال والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان واعتقدوا الإيمان وقال بعض المفسرين بل إنه جعل الإيمان مثل الدار في التبوأ لتمكُّنهم منه تنزيلًا للحال منزلة المحل أي يقول بعض المفسرين يقول إنه جعل التبوأ للدار والإيمان جعل التبوأ للإيمان مثل تبوء الدار لتمكُّنهم في الإيمان تنزيلًا للحال منزلة المحل تنزيلًا للحال منزلة المحل يُحِبُّون من هاجر إليهم الله أكبر أول صف لهم أول شيء يا أخواني أول صف لهم الإيمان الثاني محبَّة من هاجر إليهم من كرمهم وشرف أنفسهم يُحِبُّون المهاجرين يُواسُونهم بأموالهم وقد جاء عند الإيمان محمد عن أنس قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل ولا أحسن بذلًا في كثير لقد كفونا المؤونة وأشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله الله أكبر هذه النفوس العظيمة ما قالوا والله يعني فرصة يعني هذول كفونا وعطونا من أموالهم وعطونا من مساكنهم بل بعضهم تنازل عن بعض زوجاته وطلقها وتزوجها وزوجها أخاه المهاجر قالوا لا فكروا الآن في الشيء الذي تركوا أصلاً أموالهم وديارهم من أجلها فقالوا لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أثنيتم عليهم ودعوت الله لهم لا ما أثنيتم عليهم ودعوت الله لهم وهذا يا أخواني فيه توجيه نبوي لنا يا أخواني من صنع لكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوه كثير من الناس يحسن إليه جارة بأشياء كثيرة جداً لكنه ما عمره سمع جارة ولا جزاك الله خير وكأن هذا استحقاق أيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاوه علينا تركوا بس خليل يسويه لنا ويفعل لنا ويسوي لا أثن عليه وأشعرها بالرضى عنه وأشعرها أنه قدم شيئاً لك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوت الله لهم ثم بدأ سرد بقية ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله أكبر أي لا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف ومن الفيء الذي اختصوا به من الفيء الذي اختصوا به والتقديم في الذكر والرتبة فإن الله ذكرهم قبل الأنصار ذكرهم قبل الأنصار ثم ذكر يا أخواني ذلك الذي تميز به الأنصار وجعلهم يفعلون كل هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والإيثار يقول العلم أكمل أنواع الجود أكمل أنواع الجود الإيثار وهو بذل ما تحبه النفس من الأموال وغيرها للغير مع الحاجة إليها هذا هو ضابط الإيثار فإن مجرد البذل أنتم تعرفون أن الزكاة تنفق مما تحب ولا لا والصدق تنفق مما تحب ولذلك العلماء يقولون إن قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أعلى مقاما أعلى من حال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ويطعمون الطعام على حبه يطعمون الطعام على حبه وآت المال على حبه أي أنه يعطي المال على حبه لكنه ليس مختاجا إليه عنده ما يكفيه إلا لا لكن هؤلاء الأنصار آثروا بأموالهم مع حاجتهم إليها والإيثار يا أخواني هو عكس الأثرة والاستئثار فالإيثار محمود والأثرة مذمومة لأنها من خصال البخل والشح من خصال البخل والشح والخصاصة هي الحاجة الماسة ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ شُحَّ النَّفْس يا أخواني كثرة طمعها وجمعها للمال والرغبة فيه وامتداد الأمل هذا جماع شُح النفس والشُح يا أخواني يدعو إلى كل خُلقٍ سيء الشُح أعاذنا الله وإياكم منه يدعو إلى كل خُلقٍ سيء يقول ابن عطية في بيان سوء هذا الخُلق يقول إن شُحَّ النفس لا يُذهِبه غِنَى المال بل يزيده سبحان الله يعني الشحيح يا أخواني كلما زاد ماله زاد شُحًا كلما زاد ماله ازداد شُحًا ولذلك من أسوأ الأخلاق الشُح يا أخواني فالشُح والبُخل فالشُح أشد من البُخل يا أخواني لأنه حِرصٌ وزيادة حِرصٌ وزيادة فالشُح بُخلٌ مع حِرص الشُح يا أخواني بُخلٌ مع حِرص ولذلك قال الله عز وجل بعدما أثنى على هؤلاء الذين آثروا إخوانهم المهاجرين وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ مُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ مُفْلِحُونَ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ رواه مسلم وجاء في حديثٍ آخر وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحْ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالظُلْمِ فَظَلَمُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساء وجاء في عند النساء كذلك لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنم في جوف عبدٍ أبدا ولا يجتمع الشُح والإيمان في قلب عبدٍ أبدا لا يجتمع الشُح والإيمان في قلب عبدٍ أبدا هذه الآية يا أخواني التي معنا تُصدِّق هذا الحديث كيف؟ اقرأوا معي أول الآية تبوَّأوا الدَّارَ والإيمان آخرها وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفسِه هذه الآية يا أخواني تُصدِّق هذا الحديث وهذا الحديث يُصدِّق هذه الآية الله عندما وصفهم بالإيمان وصفهم كذلك بأنهم ليسوا من أهل الشُح ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشُح والإيمان في قلب عبدٍ أبدا ثم ذكر الله عز وجل قسماً ثالثاً ممن مدحهم في هذه السورة فقال والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لَلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ هذا هو القسم الثالث ممن يستحقون أموال يقول من كثير ممن يستحق فقراءهم من الفي ممن يستحق ممن يدعون للصحابة ممن يدعون للمهاجرين ممن يدعون للأنصار ممن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول إن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له مالٌ في الفي مالك رحمه الله من فقهه يقول إن الصحابي أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له من الفي شيء لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر ممن له الفيء هنا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهل الرافضي يقول هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هو يشتمهم ويلعن أفضلهم أبو بكر وعمر بل بعضهم يكفر ولذلك من فقه إمام دار الهجرة من مالك يقول إن الرافض لا يستحق من مال الفي شيء لعدم اتصافه بهذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتوهم سمعتوا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهبوا هذه الأمة حتى يلعنوا آخرها أولها رواه البخاري ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا ألم ترى إلى الذين نافقوا يخبر سبحانه وتعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بن النظير يعدونهم بالنصر والتمكين ويقولون إن عندنا السلاح وعندنا الرجال أثبتوا يقولون لأخوانهم يا أخوانك التعبير بإخوانهم تعبير لطيف أي أن النفاق إخوان لمن أن المنافق أخو اليهود أخوه في الملة والعقيدة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما فرأ سبحانه وتعالى من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين المهاجرين والأنصار والتابعين ذكر ما جرى من المنافقين بين المنافقين واليهود لتعجيب المؤمنين من حالهم أي كما تعجبتم من هؤلاء اليهود الذين ظنوا أنهم مانعتم حصولهم من الله فتعجبوا من أولئك المنافقين كما سيأتينا في تفسير سورة النفاق إن شاء الله سورة المنافقين بعد العصر أنهم جبناء المنافق أصلا ما نافق إلا لأنه جبان ورعديد كالمستجير من الرمضاء بالنار كيف تجير أيها المنافق الجبان تجيب ذلك الذي يرتعد رعبا وخوفا يقولون لإخوانهم جعلهم إخوانا لهم لكون الكفر ملة واحدة قد جمعه وإن اختلف نوع الكفر والتعبير بيقولون يا أخواني بالمضارع التعبير بيقولون المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار أن هذا ديدنهم في كل حين وقت فكما فعلوا أهل النفاق وما لأوا لإخوانهم ووعدوهم بالنصر في بني النظير فهذا ديدنهم إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون أي لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنه قول ومن نيتهم أن لا يفو به وإما لأنهم لا يقع منهم والذين قالوا بالنصرة ولذلك قال في الآية التي تليها لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ أي لا يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ يعني هذا الاحتمال الأبعد الاحتمال الأبعد أن ينصرهم ويقاتلون معهم لا يولُّن الأدبار لا يولُّن الأدبار وهذه كلها بشائر بشائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة ما السهل إلى هذه البشائر لماذا؟ لأنه الآن خرج من معركة أحد ولذلك قال لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وعلى أسوأ الاحتمالات إن صار فيهم شجاعة وقتية لحظية وناصروهم وقاتلوا معهم فمُجرَّد أن يبدأ الحرب ويرُّوا الدِّماء ليولُّون الأدبار ثم لا ينصرون لا لا ينصرون قال الله سبحانه لأنتم أشدُّ رهبةً في صدورهم من الله لأنتم أشدُّ رهبةً في صدورهم من الله أن يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله سبحانه وتعالى إذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدَّ خشية وذلك قال ذلك بأنهم قومٌ لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعًا أي من جُبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمُبارزة والمُقاتلة بل إما في حصون أو من وراء جُدُرٍ مُحاصرين فيقاتلون للدفاع ضرورة وليس للهجوم فيقاتلون للدفاع ضرورة وليس للهجوم لا يقاتلونكم جميعًا إلا في قرى مُحصَّنةٍ أو من وراء جُدُر بأسُهم بينهم شديد أي عداوتهم بينهم شديدة كما قال سبحانه ويذيق بعضكم بأس بعض ولهذا قال تحسَبُهم جميعًا وقلوبهم شتى كل واحد يا أخواني إذا رأيت اليهود تظن أنهم أمة وملة واحدة لكن قلوبهم متفرقة وكل واحد له ملة وكل واحد ينظر إلى مصلحته دون مصلحة أخيه في الملة تحسَبُهم جميعًا وقلوبهم شتى أي تراهم مجتمعين فتحسَبُهم مُؤتَلِفين وهم مختلفون غاية الاختلاف وهو بذلك يعني أهل الكتاب والمنافقين تحسِب هؤلاء الذين وعدوهم بالنصر أنهم أمة واحدة لكنهم مختلفون اختلافًا شديدًا وكل واحد يبحث عن مصلحة نفسه ثم قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إذ لو عقلوا ما فعلوا هذه الفعلة كمثل الذين من قبلهم قريبًا كمثل الذين من قبلهم يعني بذلك يهود بني قينقاع كما قال قتادة وابن إسحاق قال بن كثير وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا وقوله قريبًا أي في زمن قريب أي يشبهونهم في زمن قريب كمثل الشيطان كمثل الذين من قبلهم قريبًا ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم ثم قال سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم من نصر من المنافقين وقول المنافقين لهم وإن قتلتم لننصرنكم لكن لما جاءت الحقائق ووجاء الحصار والقتال خذلوهم وأسلموهم للهلكة كمثل ذلك الشيطان الذي يقول للإنسان أكفر فلما كفر وأطاع ذلك الشيطان قال إني بريء منك إني خاف الله فهنا من الشيطان الممثل به في هذه الآية المنافع أهل النفاق أهل النفاق ومن الإنسان في هذه الآية الممشبه به اليهود يعني كمثل هؤلاء الذين وعدوهم بالنصر فخذلوهم كمثل ذلك الشيطان الذي قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقد ذكر تجدون في بعض أهل التفسير أو في بعض كتب التفسير يا أخواني الكثير من القصص حول هذه الآية منها ما ذكر أنها نزلت في شخص اسمه في شخص من بني إسرائيل استودع امرأة فزن بها ثم قتلها ثم قال له الشيطان تريد أن يخلصها يسجد لي فكفر فهذا كله ضعيف وأن الآية مساقة مساقة تمثيل بهؤلاء من أهل النفاق وأهل إيش وأهل وأن لفظها عامة لا تختص بأحد لم تختص بأحد وتلك الروايات هي روايات إسرائيلية مما تروى يحدث لا تصدق ولا تكذب تروى ولا تصدق ولا تكذب ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها الضمير عقبتهما يعود إلى ماذا؟ إلى الشيطان الآمر والمأمور ولا لا أن كلهم في النار وذلك جزاء الظالمين فالآمر ظالم ها؟ والذي أطاعه ظالم فالشيطان ظالم ومن يطيع الشيطان ظالم وعقبتهم النار ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بس نستعر الوقت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله أمر بتقواه ويشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر ثم قال سبحانه وتعالى والتنظر نفس ما قدمت لغد الغد هنا يا أخواني كناية عن يوم عن يوم القيامة سماها الله عز وجل غد آه لقربها لأنها آتية لا محالة وكل ما هو آت قريب وكل ما هو آت قريب فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال ابن عطية رحمه الله هذه آية وعظ وتذكير وتقريب للآخرة وتحذير من من لا يخفى عليه خافية واتقوا الله كرر التقوى تأكيد كرر التقوى تأكيد إن الله خبير بما تعملون أي عالم بأعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية لا يغيب عنه من أموركم لا جليل ولا حقير سبحانه وتعالى فلما أمرهم بالتقوى ذكرهم بقوله تعالى ولا تكونوا أيها المؤمنون لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اجعلوا التقوى حاذرة في قلوبكم دائما راقبوا الله سبحانه وتعالى اعلموا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هذه الآية أصل في المحاسبة وأن يحاسب الإنسان أخواني نفسه على الجليل والحقير لماذا؟ حتى لا تكون لأن الذي لا يحاسب نفسه هو الناس ولذلك قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم أي لا تكونوا كالذين نسوا ذكر الله عز وجل فأنساهم العمل الصالح الذي ينفعهم في معادهم فإن الجزاء من جنس العمل فإن الجزاء من جنس العمل وهذه الآية أخواني من أمثلة الجزاء بالذنب على الذنب الجزاء بالذنب على الذنب قال ابن القيم رحمه الله عاقب الله سبحانه من نسيه عقوبتي إحداهما أنه سبحانه وتعالى نسيه والثاني أنه أنساه نفسه ونسيان الله سبحانه وتعالى للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم فإن من تخلى الله عز وجل عنه هلك وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحضوضها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ولا شك أنها عقوبة عظيمة فالله عز وجل يدعو عباده إلى المحاسبة وأن لا تغرهم الدنيا فينسوا لأنهم إن نسوا ذكر الله ونسوا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل الذنب الذي فعلوه فنسيهم سبحانه وتعالى أولئك هم الفاسقون أولئك الضمير يعود لمن؟ لمن نسي الله لمن نسي الله فإن نسيان الله ها؟ وصفٌ من أوصاف الفسق وصفٌ من أوصاف الفسق كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ثم قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله كما قال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أي لا يمكن أن يكون هذا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ثم قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون في الدنيا والآخرة ثم قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يقول الله سبحانه وتعالى معظباً لأمر القرآن مبيناً لأمر مبيناً عو وقدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتستجيب لمواعظه وزواجرة أن هذا القرآن لو أنزل على ذلك الجبل الصلت لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وهذا تعريض بتلك القلوب القاسية التي لا تتأثر بالقرآن لا يبكيها القرآن لا يهديها القرآن إن كل من يستمع القرآن ولا يتأثر به فليعلم أن قلبه أصبح أشد من ذلك الجبل الصم الصخر العظيم لأن ذلك الصخل أنزل عليه هذا القرآن لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وفي ذلك يا أخواني وعيدٌ شديد ينبغي للإنسان أن يكون من أنواع محاسبة نفسه أن يتفقد قلبه وأن يرى أثر القرآن على قلبه إذا رأيته أن تعلم مقدار وحياة قلبك فاعرف كيف أثر القرآن على قلبك فإذا رأيت القرآن يتلى عليك فلا تتأثر بمواعظه ولا تأتمر بأوامره ولا تنتهي عن نواحيه فاعلم أنك ميتٌ من زمنٍ بعيد وعزِّ نفسك بقلبك فإن قلبك أصبح أشدَّ من الحجارة وهذا لا شك تعريض ولذلك ختم الآية بقوله وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ليش؟ ليش يا أخواني؟ لعلَّهم يتفكَّرون لعلَّهم يتفكَّرون تفكَّروا يا أخواني كل منا يا أخواني نحن بحاجة أن يختبر الإنسان قلبه اجلس لوحدك خالياً وقرأ القرآن بتدبُّر وتمع وانظر أثر القرآن عليك حتى تعرف مدى حياة قلبك فإن رأيت تأثُّراً فإن رأيت دمعةً هلَّت إن رأيت خشوعًا فاحمد ربك أن قلبك ما زالت فيه حياة فتفقَّده وانتبه له وإن رأيت قسوة فراجع نفسك وحاسبها قبل أيش؟ قبل أن تقع في الخسران فإذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمت لخشعت وتصدَّعت من خشيته فكيف بكم؟ يا من أنتم من لحم ودم قال تعالى ولو أن قرآنًا سُيِّرَت به الجبال أو قُطِّعت به الأرض أو كُلِّم به الموتى أيل كان هذا القرآن؟ وإن من الحجارة لما يتفجَّر منه الأنهار وإن منها لما يشَّقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ثم قال سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة هو الله الذي لا إله إلا هو الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة عليه يُعطَف ما بعده من الأسماء هو الله الذي لا إله إلا هو لا ربَّ غيره لا إله للوجود سواه كل ما يُعبد من دونه باطل عالم الغيب والشهادة يعلم جميع الكائنات المشاهدة وجميع الكائنات الغائبة لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء وهذا يا أخواني يذكرنا أي الآن تذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى تذكر بمن أنزل القرآن هو الرحمن الرحيم طريقة القرآن يا أخواني لما يذكر الوعد يذكر الوعيد لما يذكر الشدة يذكر اللين لما ذكَّرك الله بأنه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هذا تحذير ذكرك ورغَّبك لما رهَّبك رغَّبك فقال هو الرحمن الرحيم كما قال في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فجمع بين الترغيب والترهيب والمراد أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة ثم قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي المالك لجميع الأشياء المُتصرِّف فيها بلا ممانعة القُدُّوس أي الذي تُقَدِّسه الملائكة الكرام وقال قتاد أي المُبارك السلام أي استالٍ من جميع العيوب والنقائس لكمال ذاته وصفاته سبحانه المُؤمن أي أن أمن خلقه أن يظلمهم وقال ابنُ زيد أي صدَّق عباده حينما آمنوا به المُهَيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم فهو رقيبٌ عليهم العزيز الجبَّار العزيز الذي عزَّ على كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينالُ جنابه سبحانه وتعالى لعزَّته وعظمته وجبَّروته الجبَّار المُتكبِّر الذي لا تليق الكبرياء إلا له سبحانه وتعالى كما قال جاء في الحديث القُدسي العظمةُ إزاري والكبرياءُ رِدائي فمن نازعني واحدًا منهما عذَّبته ثم قال سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ هو اللهُ الخالِقُ البارِء الخالِق أي الذي قدَّرَ الخلق والبارِء هو الذي فراه ونفَّذَه وأتمَّه سبحانه وتعالى المُصوَّر أي إذا أرادَ شيئًا قال له كُن فيكون فهو يُصوِّر المخلوقات على ما يريد سبحانه وتعالى على الصفة التي يريدها على الصورة التي يريدها سبحانه وتعالى ثم قال في نهاية له له الأسماءُ الحُسنى أي ذاتُ الحُسن في معانيها تحملُ المعاني الحسنة وكلُّ اسمٍ من أسماء الله عز وجل وضع العُلَمَ قاعدة كلُّ اسمٍ من أسماء الله فهو متضمِّنٌ لصفةٍ من صفاته سبحانه وتعالى كلُّ اسمٍ من أسمائه سبحانه وتعالى متضمِّنٌ لصفةٍ من صفاته وأسماءُ الله توقيفية لا يجوز أن نسمِّ الله عز وجل أو نصفه إلا بما سمَّاه به سمَّى الله عز وجل به نفسًا أو سمَّاه به رسولُه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث إن لله تسعةً وتسعين اسمًا مئةً إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة وهو حديثٌ صحيح وجاء عند الترمذيزاد ذكر هذه التسعة وتسعين ذكر هذه التسعة وتسعين وبهذا أو بقوله سبحانه وتعالى يُسبِّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ختم هذه السورة يا أخواني بما بدأها به بدأها بقوله تعالى سبَّح لله ما في السماوات وما في الأرض وختمها بقوله يُسبِّح لله ما في السماوات والأرض بدأها بفعلٍ ماضٍ إخبار عن شيءٍ مضى سبَّح لله وختمها بفعلٍ مضارع وقد جاء في بعض السور فعل الأمر ماذا يُفيد؟ يعني جاء في بعض السور سبَّح وبعضها يُسبِّح وبعضها سبِّح أمر بالمستقبل وهنا في هذه السورة بدأها بفعل الماضي سبَّح وختمها بفعل المضارع لماذا؟ قال العلماء نأخذ من ذلك الحث على دوام تسبيح الله عز وجل أن يكون الإنسان مُسبِّحاً فيما مضى من حياته أن يكون الإنسان مُسبِّح لله عز وجل في حاله أن يُسبِّح لله عز وجل في ما يستقبل من أمره وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الحشر وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر